من يحكم العراق اليوم سؤال لا تعرف بالضبط إجابات دقيقة عليه من ناحية الشخصيات المفترض أنها صعدت بعد معركة الانتخابات الأخيرة حيث يصطدم العراقيون بأسماء ميليشيات وكيانات ومكاتب اقتصادية كانت فيما مضى أداة الأحزاب السياسية الضاربة لكنها تحولت فجأة لتكون لها الكلمة واليد الطول معا في بلد يعرف بغناه بالثروات وتشير تقارير صحفية محلية ودولية إلى أن ميليشيات الحجد ترفض حاليا أكثر من أي وقت مضى التنازل عن مكتسباتها حيث تواصل نهب مليارات الدولارات من مدن العراق والتي تعاني من احتلال وفساد ووحشية الميليشيات الطائفية وتضف التقارير أن الميليشيات تقاتل بكل قوتها لفرض نفوذها في انتخابات مجالس المحافظات متحدية للنسبة غير المسبوقة للعزوف الشعبي الرافض تماما لها واقع تؤكده تصريحات زعماء الميليشيات الذين يعتبرون أي تلميح أو إشارة ضدهم دعوة مشبوهة لا ترغب باستقرار العراق مع تحولهم لقوات رسمية تنتشر بعلم وموافقة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني كما يشير القيادي في الحجد علي الحسيني أما فيما يخص خرائط القوة الجديدة في العراق يصف مايك نايتس الباحث الأمريكي المتخصص بشؤون البليشيات الولائية يصف السوداني بالدمية مؤكدا أن القوى الحقيقية المتحكمة في العراق على جميع المستويات هم ثلاثة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وهادي العامري زعيم ميليشيا بادر ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي على المستوى الشعبي يتنامى بشكل غير مسبوق الغضب والكره الشعبي للميليشيات ومن قبلها الأحزاب ليس فقط في المناطق المنكوبة بل في المحافظات التي كانت تعتبرها الميليشيات حاضنة لها ومرت بأكثر من فاجعات فضلا عن الفقر والبطالة والتي كرسها النهب المنظم من قبل الميليشيات لثروات العراق